اشتركوا في القناة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري ميدو دخول محمد صلاح وانسجامه ضمن مكاسب المنتخب في معسكر يونيو بالاضافة للحفاظ على صدارة المجموعة واطف منتخب غنيا بيساو كان يريد الحفاظ على النقطة والفريقان في اخر 25 ديئة كانوا يبحثان عن التعادل واذا فازوا كان بها وان لم يفزوا لم يخسروا ميدو هناك لاعبين ليس مكانهم في المنتخب الوطني لا اريد ان اقول اسماء لاعبين ولكن يجب ان تكون هذه الامور واضحة في فكر حسام حسن واكمل الناصر ماهر افضل رقم 10 في مصر وبعده يأتي عبدالله السعيد والتالت هو امام عشور وعلى حسام حسن ان يبدأ تشكيلته بناصر ماهر ان كان سيعتمد على خطة 4-2-3-1 وواصل الناصر ماهر لاعب جريء هذا لاعب لا يجلس على مقاعد البدراء هو افضل لاعب رقم 10 في مصر والفارق بينه وبين ملاحقه كبير للغاية واتم امام عشور يجب ان يلعب في مركز رقم 8 وبجواره ناصر ماهر ولاعب ثالث يجيد استخلاص الكرات بالاضافة لجودة اللاعب بكرة القدم ايمان يونس الكونفدرالية تمنح لاعب الزمالك والجهاز الفني وادارة النادي بعد نفسي اتمنى ان ينهي الزمالك الاعباء المالية واضاف احلم ان تكون لدينا شركة كرة قدم في الزمالك ميزانية كرة القدم في الاندية المصرية الفيفا يركز على ارادة الاندية والمصرفات وتابع يجب تغيير طريقة التفكير في وضع رواتب اللاعبين والحديث عن نسبة المشاركة الكلام اصبح قديما عليك ان تربط راتب اللاعب بنسبة احراز عدد البطولات واكمل كرة القدم مصرح وعلى الاداري ان يكون فنان هو الاخر اكون غاضبا ان هناك من يدير كرة القدم وليس له علاقة باللعب كرة القدم صنعت للتفكير في الغد واتم ما هي ازمات الكرة المصرية لوائح فقط من يقوم بها هم اناس لا يدركون كرة القدم اللوائح جميعها ضعيفة وقابلة للتلوين ليست لدينا لوائح قوية حازم امام الكبير اكد انه لا يمكن للدور المصري ان يعود للانتظام من جديد دون ان يتم تطبيق موسم استثنائي هذا الموسم يتم من خلاله تغيير نظام المسابقة من اجل ان يتم تقرير عدد المباريات ثم يتم العودة الى النظام الطبيعي منتظم في الاوقات ثم يتم بعدها وضع الجدوى الطبيعي منتظم من بداية الموسم لنهايته وان تقوم بطولة كاس مصر في موسمها بدلا من تأجيلها كل عام للموسم الذي يلي حازم امام نسخة امام عشور في الزمالك كانت افضل وذلك بسبب بدل اللاعب جهدي في الزمالك بشكل كبير وكان جهدا مضاعفا ورهبطه في اثبات نفسه امام الجميع كان اقوى خاصة وانه كان وقتها صغير السن وكان حديث الظهور ويرغف تقديم نفسه بشكل افضل للجمهور مؤكدا ان مستوى اللاعب مع الاهل جيد ولكنه اقل من ذلك وذلك بسبب ضغط الجماهير عليه بقوة من اجل ان يكون افضل حازم امام احمد سيد زيزو وافيد للزمالك في الفترة الحالية خاصة مع الثبات مستوى اللاعب وبالاضافة الفنية التي يقوم بها ايمان يونس عبر اكس شيء مثير ورائع ان تعبر عن قدراتك الفنية ومهاراتك في سبع دقائق فقط وتصنع فارق هجومي في الملعب برافو ناصر ماهر استمر احمد ايوب مدر منتخب مصر السابق والاهلي ناصر ماهر تم تصعيده في وجود عبدالله السعيد وتعرض لإطابات كثيرة كما انه تمت اعارته كثيرا وتعاقد الاهلي ايضا مع افشا واخذ وقت طويل من اجل الظهور بشكل اساسي ورحيله لا علاقة له بمسألة التزامه من عدمه لكن هي مراحل بالنسبة للنادي وهذه امور واردة في كرة القدم واضف هذا الامر ينطبق ايضا على احمد حمدي والذي كان موجودا في النادي الاهلي هناك لاعبين تحتاج لوقت معين من اجل الظهور وتقديم مستوى جيد كنا نرى ان ناصر ماهر امتداد جيد للسعيد لكنه تعرض لإصابة طويلة وبالتالي النادي الاهلي لا يستطيع الصبر كثيرا في ظل كثرة مشاركته في البطولات ووجود ضغط كثيرة محليا وقريا ولكن ناصر ماهر لاعب جيد ويمتلك كرزمة جيدة في الملعب وتابع هل يوجد خطة بالفعل في اتحاد الكرة بشأن منتخب مصر وهل تم في البداية مناقشة الامر مع المدرب لان المفروض وضع مخطط قبل التعاقد مع مدير فني خصوصا ان ملف الصعود للمنديال اصبح مضمون بعدما تم زيادة عدد المنتخبات الافريقية في كأس العالم لذلك يجب ان يكون هناك خطة للاستعداد للبطولة ووصل لا اعرف لماذا تقرر اقالة جهاز حسام البدري من منتخب مصر رغم اننا كنا نسير بشكل جيد وكانت اغرب اقالة في التاريخ ولم يكن هناك اي مناقشات من جانب اتحاد الكرة لنا في الجهاز وقتها هو 90% من القوام الاساسي هو مستمر في المشاركة مع المنتخب بصفة مستمرة دون دخول اي عنصر جديد واكد ندعم حسام حسن ونتمنى ان يكون النجاح مقتنم بنجوميته مثل الخطيب كرئيس للاهلي وحسن شيحاته مع المنتخب الوطني في وقت سابق ويجب التقطيط لاهداف المنتخب خلال المرحلة المقبلة وختم اكتشاف لاعبين يتطلب وقتا طويلا ودخول اي عنصر جديد يجب ان يتم الصبر عليه من اجل اكتساب اي لاعب الصبغة الدولية محمد فاروق اشرف بن شرقي فيه تفاوض مع الزمالك ولكن بن شرقي طالب مبلغ كبير 3 مليون دولار هل الزمالك هيقدر يوفر المبلغ ده ولا هيكون فيه عنصر خارجي يتدخل ويدفع لللاعب مسؤول الزمالك رفضوا صفقات القسم التاني قالوا عاوزين لعيبة بمواصفات معينة وكذلك المحترفين يكونوا في مستوى معين واتم الزمالك يبحث عن حارس مرمى ناصر منسي على اعتاب الرحيل عن الزمالك هاني حتحود كلر ليس لديه منع في رحيل طاهر محمد طاهر عن الاهلي خلال الفترة القادمة وعن موقف الزمالك من المفاوضات مع اللاعب سألنا مصدر في الزمالك عن طاهر محمد طاهر واكد ان الزمالك لا يفكر في ضم طاهر واللاعب اقرب للانتقال لنادي زاد حازم خميس رئيس لجنة مكافحة المنشطات في كلام بيت قال مخالف للأكواد المتعرف عليها واحد يقول لك بريء انت بنيت كلامك على ايه واحد تاني يقول لو كان في ندينة كن حميناول واحد يقول لك الكابتن الخطيب تدخل وهيتم العفو عنه كل ده كلام مش صحيح واضف الاستماع اول مرحلة من مراحل التحقيق لجنة الاستماع فيها قوانين واطباء وشدد لحين انعقاد اللجنة التانية في التحقيقات فاللاعب رمضان صبحي موقوف اجباريا رمضان صبحي هيفضل موقوف لحد ما يتم اتخاذ اجراء ولكن واكد لجنة الاستماع هي التي هتحدد معادل لجنة التانية للتحقيق واللجنة بتكون حريصة على سرية الموضوع وتابع رمضان صبحي عنده مخالفتين عنده تلاعب في العينة والتانية انه استخدم وسيلة محظورة غيرت من العينة وزاد المعمل معرفش حتى ايه اللي محطوط في العينة سواء مية او غيره اهم حاجة ان العينة بتاعت اللاعب وموقع بكده التحقيق خدم عشرة لاثناشر ساعة واتم اللجنة هنا بتبعد قرار للوكالة الدولية ولو القرار معاجبهاش بيرفع قضية ضد اللجنة هنا سواء كان القرار توقيع عقوبة على اللاعب او لا ايمن الشريعي رئيس نادي امبي اكد ان نادي سوف يحصل على 30 مليون جنيه في عامين ونصف اعارة وكان الزمالك يريد شراءه نهائي في البداية ولكنهم فكروا بشكل احترافي وقرروا استعارته وتابع ان يقوم بتقييم سعر زياد كمال ب60 مليون جنيه ولو اللاعب تألق واحترف خارجيا فان ما دفعه الزمالك وقتها سيكون لاشيء وسوف يحصل النادي الابيض على نسبة ايضا من قرار بيعه خارجيا للاحتراف في حالة حدوث ذلك بس كده دي كل الاخبار اللي كانت تعالى النهاردة عن نادي الزمالك اتمنى الفكرة اكون خفيفة على البق ادعموا لايك الفيديو سبسكريب لقرارة ومتشكلهن بالدعاء ادعموا لعندكم اي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام